هذا واحد شاف ورشة كبيرة وفيها معدات كبيرة وفيها مهندس وسيارة محروقة ودنيا محروقة في الوسط وفي هذه السيارات في واحدة من السيارات فيها يورو فلوس يورو عملة من العمل الأوروبية قالوا لها لا تأخذها حرام ما سمع منهم وأخذها تفسير المنام فائدة وفلوس يستفيدها من أشياء العادة أن الناس ما تستفيد منها فهذا الرجال مرزوق يعني لو يبغى أن يبيع تراب ربح فيه لو يبغى يبيع الهوى باعة بالعافية عليه ورزقه حلال هنا طيب أيش الرابط هنا؟ الدنيا كلها محروقة يعني سوق بارد سوق ميت أسعار محروقة شيء ما منا فائدة يورو عملة اليورو هنا هو ما هيستفيد في بلدة إلا إذا حول اليورو من يورو إلى عملة بلدة فهنا يبغى يحول لذلك قلنا يستفيد منها بطريقة أو بأخرى أخذها معناتها ربح طيب في المنام قالوا لها لا تأخذها حرام عليك أو لا تأخذها حرام هنا في الرؤية على واقع المعنى الإجمالي للرؤية تقول هنا يعني معنى كلامهم حرام ما هو الحرمة الشرعية هنا المراد فيها يعني حرام تخسر فلوسك بشيء ما يفيدك حرام تضيع عمرك بشيء ما في فائدة لأنهم يظنوا أنه أصلاً ما ينباع سيارات محروقة وكلها مقرفة يعني لو عنده أصلاً بضاعة جديدة والسوق ميت ما باعه هو كيف يبغي يبيع مثل هذه الشغلات والله أعلم ترجمة نانسي قنقر